أهلا بكم العلاقات المصرية التركية تشهد تحسنا ملحوظا وقطوات متسارعة لأعادة العلاقات إلى كامل قوتها خاصة وأن القاهرة وأنقرة تملكان اقتصادا كبيرا في المنطقة وتوجد فرص كبيرة للتعاون بينهما في المجالة كفة وهو ما تعززه العلاقات السياسية بين البلدين البيئة الجيوسياسية الدولية والإقلامية وتطورات الأوضاع المحلية وما تفرده من فرص وتحديات اقتصادية حملت في طياطها عناصر تحفيز تقارب مصري التركي المصالحة المصرية التركية تأتي ضمن تحركات أوسعة لتقييم العلاقات الإقلامية البينية وإعادة سياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنصيق وحركة أكبر على المستوى الإقلامي تضمن تبنيها نهجا أكثر استقلالا يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية قمة العولة 2021 ومخرجتها التي أسفرت عن إنهاء مقاطعة الربعي العربي لقطر تعد بوابة المصالحات الإقلامية ومهد تحسين العلاقات التركية بدول المنطقة وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر وعلى الصعيد الاقتصادي فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2018 عتبة الخمسة مليارات دولار لأول مرة وارتفع إلى ستة مليارات وسبمائة مليون دولار عام 2021 وبلغ بالنهاية عام 2022 نحو تسعة مليارات وسبمائة مليون دولار منها أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار صادرات تركية إلى مصر بينما تجاوزت الصادرات المصرية إلى تركيا الخمسة مليارات دولار يتطلع البلدين إلى رفع حجم التبادلات التجارية إلى عشرين مليار دولار سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة وتنشيط الاستثمارات التركية في مصر التي تبلغ حاليا ملياري ونصف المليار دولار من خلال مائتي شركة تركية عاملة في مصر يطمح البلدين إلى إعادة تفعيل اتفاقية روما الملاحية المجمدة منذ عام 2015 بهدف الاستفادة من المواني المصرية لنقل صادرات التركية من ميناء مرسين واسكندرون التركيين إلى ميناء دميات وبرسعيد على البحر المتوسط يشكل قطاع الطاقة مجالا حيويا للتعاون الاقتصادية حيث أصبحت مصر موردا رئيسيا للغاز الطبعي المسال لتركيا بحلول نهاية عام 2021 وخلال النصف الأول من عام 2022 تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول استيرادا للغاز الطبعي المسال من مصر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار ومئة مليون دولار هكذا تعمل مصر وتركيا على الاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقلمي التي تتزايد أهميتها في عصر الشركات العابرة للحدود على نحو يسهم في تعزيز مكانة الاقتصادات النشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة ترجمة نانسي قنقر